بسم الله الرحمن الرحيم أخي وسيحي وأختي مسيحية الموضوع اللي أحكلم فيه ده دلوقتي هم جدا 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 الفيديو ده قتهم في ذهب오� تنفيذ الكلام اللي حقوله مسألة حياة أو موت هنعقول مرة تانية الفيديو ده مهم جدا 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 تنفيذ الكلام اللي حقوله ده لوقتي ده مسألة حياة أو موت هربوكم تسمعوني بقلوبكم ما تسمعونيش بالأذن أوزن بالأذنكم. هتستجيبوا. هتنفذوا الكلام اللي انا بقوله. والكلام اللي بقوله ده هيختلق لكم. لان معظم نصحيين مش متكبرين. ربنا سبحانه الله تعالى هو اللي قال ليلا كده. قال ليلا تجدان اشد الناس عدوة للذين امنوا اليهود والذين الشكل. ولتجدان اقربهم موادة للذين امنوا. الذين قالوا ان نصارى. ذلك بان منهم قصيصين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. وانهم لا يستكبرون. انا هكلم عن موجزات علمية قوية جدا جدا ورائعة في القرآن. ربنا سبحانه تعالى بيقول. والسماء بينيناها بأيد وانا لموسعون. والسماء بينيناها بأيد وانا لموسعون. يقول في سور الزريات في آية رقم 47 في الجزء 27. السماء بينيناها بأيد وانا لموسعون. يعني ربنا بيقول ان بليت السماء دي بقوة وحوسحها. مش هسيبها زيما هي. العلم الحديث اثبت. ان السماء بتتمدد وبتتوسع بسرعة 30 الف سنة ضوائية في السنية. لان فيه 275 مليون نجم بيتولدوا كل سنية. فلازم السماء توسع. وإلا كون ينفجر. حقيقة علمية رائعة. القرآن قالها من 1400 سنة. الرسول عليه السلام كان راجل امي لا يقرأ اوليك. طبع عرف منين. ان السماء بتوسع. موجزة علمية تانية رائعة. الرسول عليه السلام قال في الحديث. اذا سقط الزباب في قناء احدكم فليغمسها ثم لينزحها. في انا في احد اجنحتها دا. وفي الاخر ضواء. سبت علميا ان احد اجنحت الزبابة في مواد مضادة للبكتريا والفتريات بتقتل البكتريا والفتريات اللي موجودة في الجناح الاول. عشان كدر رسول عليه السلام امرنا ان احنا نغمس لو الزبابة وقعت في الغناء نغمسها. نغمسها بل نطلحها. هتنزل المواد المضادة للفتريات والبكتريا في السائل او في البيتراء فهتقتل البكتريا والفتريات الموجودة في الجناح الاول. لدرجة انهم دلوقتي بيصنعوا مواد مضادة حيوي او من جسم الزبابة عشان يبقى دوة. في ابحاث علمية اثبتت هذا الكلام. في امريكا وفي استراليا في دكتورة اسمها جوان كلارك اثبتت هذا الكلام وما بدوقتي بيصنعوا مضادة حيوي او مواد مضادة حيوي من جسم الزبابة. دليل علمي قاطع ورائع على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول راجل امي كان لا يقرأ علاق. معرف الكلام ده من ايه من 1400 سنة? الرسول قال كمان في الحديث ودي الموجودة التالتة. اذا ان الله خلق ابن ادم على 360 مفصل في كل مفصل كل يوم صدقة. قالوا رسول الله من يطيق ذلك? قال التجبير صدقة والتهليل صدقة والتحميل صدقة. والامر معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. وصلاة رقعتين في اولى النهار تجزئ وكل ذلك. شاهد هنا ان رسول قال ان كل واحد فينا بيتولب ب360 مفصل في جسم. العلم الحديث ان كل واحد فينا بيتولب ب360 مفصل. العلم الحديث اثبت ان فعلا كل واحد فينا بيتولب ب360 مفصل. تعملت ابحاث في اكتر مما كان في العالم اثبت هزا. وحضر لحضراتكم تحت كل معجزة من المعجزات دي. او رابط بيثبت هزا الكلام. معجزة رابعة. الكفار قال له رسول صلى الله عليه وسلم لو انت فعلا النبي شقلنا الامر ده نصين. واحنا نصدق ان انت نبي. الرسول العسلام ده عربنا سبحانه وتعالى الامر شق نصين. قالوا لا انت سحرتنا. بعد مع ان هما اللي طلبوا منه. فقال لهم انتو اللي قالوا لهم ده سحر. قال لهم طيب فيه مسافرين هيجوا كمان يومين اسألهم. ازا كان ده سحر. مش هيشوفوا ان انتو شفتوه. هيشوفوا الامر زي ما هو. المسافرين جم. وقالوا احنا شوفنا شيء غريب جدا. شوفنا الامر ان شاءه نصين. ونص من نص من النص من النص نصين دول تمشى وتحرك راحية الجبل ونص ثاني فضل وقت ما كان. قالوا لا 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 ده انت سحرك بعيد المدان. فنزل قول الله سبحانه وتعالى. اقتربت الساعة وانشق القمر. وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني ما يشوفوا اي اية معجزة يعرضوا يعني يرفضوا ويقولوا لا انت ساحر. لما رواض الفضاء نزل على سطح الامر لقوا الشقة في الامر طوله مية خمسة وعشرين كم. ولقوا الشقة ده عمقه الف وخمسمية متر. وعرضه خمسمية متر. وعملوا ابحاث على الشقة ده قالوا انه مستحيل مستحيل يكون جاه نتيجة زلزال او بركان او اي 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 ظاهرة من الظواهر الطبيعية. ولقوا لحام لحام في في على السطح في الشقة ده يزبط ان الامر انشق وتلحم تاني. لحام عمزة لحام الكهرباء. وواحد وعالم في وكالة ناسا امريكية اقر واسبر ان الامر انكسر مع انه تلحم تاني. وعض حالتكم الفيديو اللي يوزه يوزبط اعجاز هزين المعجزة تحت تحت الفيديو ده اللينك بتاعه. الاربع مجزات دول نقطة في بحر. نقطة في بحر. من المعجزات اللي موجودة في القرآن والسنة. رباري بقول كمان ادي معجزة خمسة. المثل الذين اتخذوا من دون اللهي اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها. قالش اتخذ بيتها كمثل العنكبوت اتخذت بيتها. العلم الحديث اثبت ان الانسة العنكبوت هي اللي بتبتخذ بيت وهي اللي بتبني البيت. مش مش الزكر. وان اوهن البيوتي لبيت العنكبوتي لو كانوا يعلموا. اوهن البيوت هو بيت العنكبوت. العلم الحديث اثبت ان البيت العنكبوت الام والزكر والانسة والاولاد اسوأ اسوأ وكائنات على وجه الارد. ليه? الام بعد ما الزكر بيلقاحها بتقتله. وبعد ما بتولد اولاد بتبعيز تتاكل ولادها. يعني بعد ما البيت بيفقص تعاوز تاكلهم. وهو نفسهم لما يبجبروا يخشوا وياكل امهم وينموها بره. الام بتبعيز تاكل الاولاد. والاولاد يعاوزين ياكل الام. والام بتاكل الزكر. ما بيش اي انتماء او اي اصلة رحم خالص بين الزكر والانسة. ومشان كده ربنا اقل ان الناس اللي بتتخذ اولاقة من دون الله. اي انصار واحباء من غير ربنا سبحانه وتعالى زي العنكبوت. اللي بتتخذ بيت. المعجزات دي كلها ما تجيش نقطة في بحر من المعجزات الباهرة اللي موجودة في القرآن والسنة اللي بتدفع مئات المسيحيين يخشوا في الاسلام كل يوم. خمس مسيحيين يتحولوا الاسلام كل ساعة في امريكا. بسبب هزي المعجزات. عايز ايه بعد كده? لو انت انسان مش متكبر هتدخل في الاسلام. بعد الكلام اللي بقوله ده. لو انت انسان متكبر يبقى انا اسف اقول لك لان لو انا قلت لك بص على الشمس في السماء. قلت لان انا مش شايف حاجة. يبقى انت متكبر. لان ما فيش حد ما يقدرش يشوف الشمس في السماء. ايه ليس كان اعمى? وسكيبت انت مش متكبر يبقى حفظتي لي تصدق معي ان الكرآن ضمن عند ربنا سبحانه وتعالى. ولو بدأت تصدق ان الكرآن ضمن عند ربنا سبحانه وتعالى لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى الاقل في سورة الذاريات في سورة قال لي عمران الجزء رقم ثلاثة. اية رقم خمسة وتمانين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. وهو في الاخرة من الخسرين. اي واحد هيقضى بدين غير الاسلام مش هيتقبل منه من الامن. هيكون من الخسرين. هيقصر هيقصر الاخرة. والرسول عليه السلام قال في الحديث والذي نفسي باده لا يسمع به احد من هذه الامة يهودي او نصراني. ثم لا يؤمن به ولا بالذي ارسلت به الا وكان من اصحاب النار. لو ما دخلش في الاسلام هيكون مصيرك المحتوم هو نار جهنم ستسقط فيها ولا تخرج منها ابدا ابدا ابدا. انا عملت الفيديو ده لاني بخايف عليك وبحبك. وعايز وعايز يكون سبب في نجاتك من الاسلام. المسيحيين الاف المسيحيين اللي بيدخدوا في الاسلام بيبكوا على اهليهم اللي ماتوا على اي دين غير الاسلام بيقولوا ليه محدش نصحهم. ربنا سبحانه وتعالى بعتني لك عشان انصحك. احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى بادني لك. قبل فهوات الاوان. لو موت وروحك طلعت وانت على اي دين غير دين الاسلام اي دين مسيحي يهودي اه اي دين. هكون مصيرك المحتوم هو جهنم. ولن تخرج منها ابدا ابدا. انقذ نفسك من نار جهنم قبل فهوات الاوان. لو روحك طلعت قبل ما تدخلش الاسلام مصيرك المحتوم هيكون نار جهنم حتخلت فيها. هتعض على اصابعك من الندم يوم القيامة وستبكي دما. عايكون خلاص. الفوقت فات والباب اغلط. اتحول الاسلام قبل فهوات الاوان. ستندم اشد الندم يوم القيامة. اقرأ الموجزات اللي كتبها تحت الفيديو ده. وتحقق منها. وتحول الاسلام قبل فهوات الاوان. ستذكرون ما اقول لكم. وافوض امري الى الله والله بصيره بالعباد. هتفتكروا الكلام اللي بلوهوك وده دلوقتي يوم القيامة. هتقولوا واردتنا كنا سمعنا كلام للاخ. طيب اللي نصحنا ده. ونفزنش وسنحب وسمعناش كلامه. بس هكون فات الاوان. وتقفل الباب. والندم مش هينفع ساعدك. انتظروا. اشتركوا في القناة.